اشتركوا في القناة في الحرس الثوري الايراني حسين طائب الذي يعد من الصقور فما الذي تريده الفصائل المسلحة من هذه الرسائل الصاروخية سواء لايران او للقوات الامريكية الاجابة يمكن تلمسها في تغريدة نشرها الاسبوع الماضي ابو الاء الولائي بشأن الثأر لقتلاهم في الغارة الامريكية ضد مواقع لكتائب سيد الشهداء على الحدود السورية العراقية لكن هذا الانتقام بالطريقة التي يجري فيها يقدم رسالة لايران مفادها ان ما يجري هو تصرفات فردية وهو ما حذر منه طائب خلال اجتماع عقده مع فالح الفياض رئيس هيئة الحشد وابو فدك عندما حذرهم من التصرفات الفردية لبعض الفصائل او قادتها وتخشى ايران من ان تؤثر هذه الهجمات على الحوار الذي يجري في فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي بين طهران وواشنطن وتأتي هذه الزيارة ايضا بالتوازي مع بدء قوى سياسية في البرلمان بالتحرك مجددا لحسم ملف الوجود الامريكي قبيل الجولة الرابعة المرتقبة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم حيث تكلم